استجداد في خطاب اليوم طائفة اذا بتراقب وحضرتك متابع على السوشال ميديا اذا بتراقب تويتر في حديث بالبلد استجد مع الاحداث بغزة انه اهالي جنوب نحنا ما بنستقبلن او انه في مجتمع بيقول خليوني موتوا باردن في مجتمع بيقول لا نحنا بيوتنا مفتوحة شو رأيك بهذا الخطاب وحضرتك معنا يعني حضرتك نائب سابق مسيحي سياسي مسيحي نحنا بجزين معنا هذه المشكلة صراحة كيف تقرأ هيدا الخطاب في هيدا المشاعر واللي بدو يعملها ما بيقدر يسوقها هلا جزين استقبلت بالالفان وستي يعني ما بس انا بالنسبة للي هون عم بيطرحوا اللبنانية معضلة هي ناء من التقسيم يعني انت بتقولي انا ما بدي استقبلهم يعني عم بتبرر للاسرائيلي او عم تعترف فيه اذا عم بتبرر للاسرائيلي مصيبة اذا عم تعترف باللي عم يعملوا الاسرائيلي مصيبة المشكلة انك انت عم ترفض تساعد ابن بلدك يعني انت عقلك مقصم البلد جغرافيا ومناطقيا ودينيا وحتى عقائديا يعني النظرة للخارج والنظرة للأعداء مين العدو ومين الصديق هون يعني بلشنا نروح نحو اشيه تاني اللي كانت مطروحة بالحرب الاهلية كانت مطروحة بالحرب الاهلية بالاول انه كل طيفي بتاخد دولتها وتعمل ميليشياتها ومنخلص من هاي القصة وبقت هاي النظرية لسنة 82 بعدان اجا شي تاني للأسف الأحزاب السياسية والأحزاب المسيحية اللي كمان مضايع مشروعها لا قادرة تطرح تعديلات دستورية جدية ولا قادرة تطرح أفكار سياسية جديدة ولا قادرة تطبط جمهورة بهذا الموضوع لانه عم تعطي عم تعطي انتباعات انه في حدا عم بيأكل حدا بالبلد هاي دي مسؤولية كل الأحزاب وفي ناس اقوى من ناس وفي ناس بتفرض حالة على ناس وصلوا العالم ترفض بعضا وهاي خطورة الأحزاب وهي دي شغلة الأحزاب بذات الوقت طيب هون انتو كقادة رأي شو دوركن بهذا الاطار يعني شو الدور يا اللي عم تلعبو بهذا الموضوع على الأقل ضمن ما نحنا منمون ومنحرك ما في شي نحنا بيوقام وسلام وما عنا مشاكل حتى لو نحنا ما كنا نواب وكانوا نقيدنا النواب أو منافسينا النواب ما بعتقد حدا منه راح يقدر يعمل هيدا الشيء أو عنده القدرة والفعلية يعملها لانه نحنا بعضنا موجودين يعني ما متنا وبس لحتى طمنون يعني انه بعضنا جزين بمكان ما في مين يحكي فيها ويوصل الصوت ويهدي ركاب هلا بغير مناطق صارت مسئولية المعتبرين حالهم هن بيمثلوا ونحنا نكرة لعنه في فكرة عند الأحزاب انه هاودي الناس بس يفلوا من الأحزاب صاروا نكرة ما بقى حدا يسمع لهم بالواقع بقتل بدك تنكر على الآخرين وجودهم تفضل عمول دورك بضبط جمهورك بتحصين السلام بين الناس وبيتتيكز من الأزمة اللي جاية لانه ممكن تكون كبيرة وطويلة وممكن تكون مسألة عابرة هلا القصة مش بقيت حدا ما حدا بيعرف شو فيه وكل اللي عم بيمسكوا ميكروياته ويطلعوا يحكوا بالمهرجانات وبالمؤتمرات مش عارفين برا البيت شو فيه لذلك هدا الاحتئان واللي قاعد على التويتر عم بيعمل لي مشكل من من ميل لميل ومن على بقيت 200 كم بيعمل مشكله وقاعد على بالصالون هدا احسن له ما يحكي لانه اول شي رأيك لا بيقربه لا بيأخر اثنان وقت اللي بتفرض حالة القصة علينا كل البلد بده ينفتح على بعضه نحنا تعودنا كاللبنانيين هات ما رح يروحوا ولاد جنوب يركبوا بالباخرة ويخلوا هادي ما عملوه ما رح يعملوه ولان احنا بمناطقنا رح نسكر حدودنا ومعابرنا لانه اللي عملناه هولا رح نعمله نعم هدوا بالون علينا شوي لانه مش هاك الامور بتنقاس وبالأزمات الكبرى صوت العقل بيحكي مش مش التويتر مش التويتر لانه التويتر فيه بلش يكون بالسرتيفكات يخلص بالدكتوراه بس المشكل بالسرتيفكات هو رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع اطلق موقف بهذا الخصوص انه اكيد كل بيوت مفتوحة وكل هيدا التفاصيل ولكن اذا وقعت الواقعة وفتحت الحرب على لبنان شو ممكن يكون موقف رئيس حزب القوات اللبنية شو الخطوات برأيك اللي ممكن يعملها اللي عملوه ب2006 نفس السيناريو هو ذاته الناس بتجي بينفتح لبيوت بينفتح لمبارس لا لا ما عم بحكي بالناس عم بحكي ما في عمل شي احزاب المسيحية وانا عم برجع احكي من منطلق اني انا مؤسس احد مؤسسي الحزب مسيحي كتير كبير احزاب المسيحية ما عندها القدرة على تنفيذ ما تقولوا بالسقوفة العالية يعني اعطيكي مثل صغير سخيف وهو سبب من اسباب مشاكلنا كمان بقتل توقف بالحدد يا جبران بسيل بمهرجان 13 الشينو بتقول اذا ما بتعملوا انا دوتروة رح نجي رفكن وتطلع بالقبش قادر تعمل شي معناتها وردت حزبه استضعفته ضعفت امكاناته وفشلت مواقفه وبيانت انك ما عندك مبادرة لاحزاب المسيحية بيما فيهم القوات اللبنانية والكتيب والتيار وغيره السقوفهم العالية ما بتوصل لما ترح لانه لا عندها قدرة على التنفيذ ولا عندها مبادرة ذلك ما تخافوا بالسقوف العالية طب سؤال اخير بهيد الفقرة الملف الرئاسي اليوم يعني برأيك هيدا هو الحدث الاقليمي المنتظر لا ينعكس على الملف الرئاسي لا اخر معلومات قبل الحدث الاقليمي وحتى قبل اللي صار بغزة بسوريا انه القصة رحت لبعض راس السنة صار في تعقيد محلي صح كان فيه ركود بالملف بس انا بعدني عند رأي يا سليمان يا جزاف مين الاوفار حدث الظروف 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 اللي بتفرض الظروف لانه أثبتوا اللبنانيين انه مشاني بينتخبوا الرئيس أثبتوا اللبنانيين انه نظام انتخاب الرئيس نظام فاشيل فيك تمسكي 128 من داينتون بس اذا الشعب بينتخب ما فيك تمسكي مليونين من داينتون حطونا بمطرح لندال ممسوكين تتضل الاستحققات معطلة بتنفرض عليك مرشحين او بتنخطي قدام واقع انه يا هيدا يا مماشية او هيدا بدي ايه امريكا وهيدا بدي ايه قطر وهيدا بدي ايه السعودية وهيدا بدي ايه الدنيا اللبنانية ضايعة تاسي للأسف وقت تصل الى قدام كل هالتجاذبات والاربكات والمجلس النواب مش قادر رح ينتخد معنا القرار مش بلبنان معنا هيدا المجلس مع هاو النواب ما عم يعملوا دورون او هن بيعرفوا صلفوا انا واحد اللي ما عرف عمل دوره يعني انا مش عم بنتقدهم انا كنت نايب وبعرف كيف تصير القصص نحنا مجلس لا ينتخد نحنا مجلس بيروح ينفذ مهمة او هادي خطورة قانون الانتخاب وخطورة استحكام الاحزاب بكل المجتمع اللبناني وقتل التنوع السياسي وقتل كل الطبقات الممكن انه يكون عندها دور وطموح وفعالية ضمن مجتمعها فيضلوا اربع خمسة مسكين البلد وقسمين الجبن 續 كان واحد واحد